السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك الشيخ أنا نسمع حديث رسول صلى الله عليه وسلم دايما من تشبه بقوما فمنهم فأحد المشكلة اللي حصل في بلادنا في أحد الأرس الرجل يسوحينا كركم على رجل آريس علشان هذا عادات جرى من طريقة هندوسية بس ما من مسلمين لكن طريقة هندوسية ولكن عاشا صار قديم الزبان بمئتين سنة مئة وخمسين سنة هذا عادات فجرى عند الناس فأحد الأرس قبل آيام وسيد شخص من أقرباهم بدأ يسوحي كركم على رجلين شخص ثاني عريس فنفس الوقت نفس اللحظة جاء موت توفى الآن في أنه اختلافات ولما يقول هذا الآن مات موتة الجاهلية لأن هذا عادات جرى عن طريقة هندوسية وهذا من تشبه بقوم فبه منهم فيصبح هو من أهل النار فهن يريد أنه توضيح حال من تشبه كل من تشبه بكل أشياء لأنه ما من خصته أنا هذا شخص إنه هذه الأشياء بسوى عشان طريقة هندوسية لا هذا بس عادة مثل أرس مثل هنا عنا بعض الناس في أرس قديم زمان كان غير الآن هذا الزمان بلابث غير فهذا يعتبر هذا يتشبه باليهود ننصارة وغير مسلمين هذا يريد توضيح أبارك الله فيك وصوال أخير يقول بسم الله الذي لا يذر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميلين إذا واحد يقرأ هذا دايما إذا مات بالحادث أو شيء فهل يصبح ما يصيب أي حادث لأن أهل من الأولى ما يقول بالتحديك ما يستوى عليك حادث إذا قرأت حقوق اليوم بسم الله الذي لا يذر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميلين لذلك الله خير يريد هذا أخوالين إجابة إن شاء الله الله يبارك فيك أخي محمد تسمع شرد نجيب في نصيخ على الأسئلة سؤال أبو محمد يقول أن كنت صلي مع ابني صلاة الظهر ويقول بعد الصلاة نبهني الابن أني نقصت ركعة فيقول عدت الصلاة مرة أخرى الحمد لله ما كان ينبغي لك أن تعيد الصلاة من جديد لأنك ما زلت في صلاة فكون ابنك قام يقضي ثم نبهك على أنك أنقصت ركعة من ركعات الصلاة كان الواجب عليك أن تقوم مباشرة وتكمل صلاتك وتسجد لي السعو قبل السلام هذه المعالجة الصحيحة للأخطاء في الصلاة والنسيان أما نقضك الصلاة وإعادتك الصلاة من جديد فهذا خطأ خطأ أنت ما زلت محرما في الصلاة حتى ولو نبهك ابنك فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى الصلوات قيل أنها صلاة العصر صلىها ركعتين فقام إلى خشبة معترضة في جدار القبلة واتكع عليها قد شبك أصابعك المغضب فقال الرجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة من سيت فقال لم تقصر ولم أنسى وكان في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه فلما قال ذو اليدين للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصاحبين فقال أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فقام وصل ركعتين وأكمل صلاة ثم سجد للسهو وحصل كلام يعني نقاش فدل هذا على أن النقاش في مصرحة الصلاة لا يبطل الصلاة تقوم وتأتي بالمتبق من الصلاة وتسجد للسهو ذاك الله خير شيخ أيضا يسأل الحكم مشاهدة مصارعة الثيران الحمد للأولا بالنسبة لدين الإسلام دين ورحمة ولذلك الرحمة في دين الإسلام شملت كل شيء شملت العالم الإنسان وشملت عالم الحيوان ولذلك ليس هناك أرحم من هذه الشريعة بالحيوانات ولا أرفق بها فشريعة الإسلام أكدت على حقوق الحيوان وعلى وجوب الرفق بالحيوان وعلى عدم إيذاء الحيوانات نبي عليه الصلاة والسلام أتاه جمل ونظر إليه وإذا عين الجمل تدمعان فقال إن هذا يشكو لي صاحبه يجيعه ويطيل العمل عليه ثم قال اتقوا الله في هذه البهائم كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مسافراً وجاءت طائر الحمره ترفرف بين يديه قال من فجع هذه بفراخها ردوا إليها فراخها وأيضاً النبي عليه الصلاة والسلام ذكر امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن وسم البهائم في الوجه رأى حماراً وسم في وجه معروف الوسم وهي علامة توضع يعرف بها مالك هذه الدابة من خلال حديدة تحمى بنار على شكل معين وتوضع على البهيمة فلما رأى الحمار قد وسم في وجه قال لعن الله من فعل هذا وأيضاً نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صبر البهائم وصبر البهائم أن توضع الدجاجة مثلاً أو الشات وترمى مثلاً يتدرب عليها مثلاً الناس بالرمي مثلاً ولعن من فعل هذا واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وأيضاً جاء في الآثر النهي عن التحريش بين البهائم ومن جملة التحريش أن تكون هناك يعني مصارع بين الثيران مصارع بين الأكباش مصارع بين الديكة لأن هذا إغراء لها بقتل بعضها بعض وإذاء ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والعلماء حكوا الإجماع على منعها فإذا كان منهياً عنها ما يجوز الإنسان أن يشاهدها ويحضرها ولذلك يجب الرفق بالحيوان والالتفات إلى هذه المسألة والانتباه والحذر من أذية الحيوانات لأن شريعتنا شريعة رحمة وشريعة عطف ولا يجوز استخدام الحيوانات بمثل هذه الطريق سياك الأخير فض الشيخ الأخ محمد يقول عندنا يقول في بلدنا يضعون يقول الحنى على الرجل الأريس ويقول أنهم أخذوا هذه العادة من غير المسلمين فيقول فض الشيخ الأن أصبحت عادة عندهم ومنتشرة وأتوفي يقول شخص بعد أن وضعه يقول على رجل الحنى يقول مات وأتوفي على هذا الحال يقول ما حكم هذا الشخص هل مات ميتة جاهلية الحمد لله لا يجوز للمسلم أن يحكم على أخيه المسلم بمثل هذا الحكم القاسي وأن يقول بأنه مات ميتة جاهلية لفعل هو محل خلاف بين العلماء فوضع الحنى على الرجل ليس محل إجماع من حيث النهي والتحريم ولذلك من أهل العلم من يقول يجوز الرجل أن يضع الحنى على رأسه وإن كان جماهير على رجليه وإن كان جماهير أهل العلم ينعون ذلك إلا للتطبب والتداوي إذا كان تطبب من تداويا أما أن يحكم الإنسان على ذنب معين ارتكبه مسلم بأنه مات ميتة جاهلية هذا الذي حكم هو الذي يأثم وهو الذي يخشى على دينه فيتنبه الأخ محمد ويتنبه كل من يخوض في مثل هذا الأمر يحذر المسلم من إطلاق كلمات التكفير والتضليل ومات على جاهلية ومات على كذا لو مات الإنسان مرتكبا كبيرا من كبائر الذنوب ليس هي وضع الحنى على القدم ما يقال مات ميتة جاهلية لو مات زانيا أو سارقا أو شاربا للخمر ما يحكم عليه بأنه بالنار هذا الحكم لله عز وجل ولا يقال مات كافرا أو مات ميتة جاهلية نحن هذه المسألة من أخطر المسائل التي جرت على المسلمين صواعق الهلاك والويلات لما استرخص الناس أطلاق كلمة التكفير هذه خطيرة جدا نبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ولذلك يتنبه الإنسان لمثل هذا أخي الفاضل هذا إذا قلنا بعدم جوازه فلا يجوز أن نقول مات ميتة جاهلية كيف هو المسألة خلافية وإذا جرت عادة قوم على أن يحنون أقدامهم حتى أصبح عرفا سائدا ما يصل إلى درجة الكبيرة بارك الله فيك أزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل أهلا بكم مستمعين وجددا في برنامجكم شريعة النور نذكروا مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركة الصلاة توقفنا فضل الشيخ في الإجابة على أسئلات المتصلة الأخ محمد يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العلم يقول هذا الدعاء سمع أنه من يقرأ هذا الدعاء فإنه لا يضره شيء فيقول أيضا يقول مما سمع أنه أيضا لا يقع له حادث هل هذا صحيح؟ الحمد لله بالنسبة لهذا الدعاء يذكر ضمن أدعية الصباح وأدعية المساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لكن ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الأدعية هذه هي مجرد أسباب ولا يجوز لأحد أن يجزم الجزم التام بأنه يقع له شيء أو لا يقع له شيء وإنما يعلق قلبه بالله وهذا هو من جنس بذل الأسباب كما أن الأسباب المادية الأخرى يبذل سببه الدعاء الدعاء ولا يجوز الاعتماد عليه بمعزل عن مسبب الأسباب وخالق الأشياء وخالق الكون سبحانه وتعالى فيتنبه الإنسان لهذا ذاك الخير للمسيخ وأحسن الله إليكم نندق للرسالة نصية للقصيرة يقول لدي أبناء يقول كافين خيرهم وشرهم عن المشاكل لكن غير بارين بي يقول أنا والدهم يقول غير بارين بي فيقول ما النصيحة الحمد لله بالنسبة لبر الوالدين فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات وقد انعقد الإجماع على وجوب بر الوالدين وعلى حرمة عقوقهما وقد دل على ذلك الكتاب والسنة يقول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يقول جل وعلا وإذا خذنا مثاق بني إسرائيل أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصل الله جل وعلا بالوالدين كثيرا في القرآن ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين عقوق الوالدين ولذلك هؤلاء الأولاد على خطر نعوذ بالله من صنيعهم ومن حالهم ومن سلكهم فعقوق الوالدين من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام والخطايا ولذلك لا يدخل الجنة قاطع رحم ولا يدخل الجنة عاق بل إن الله تعالى لعن الذي يقطع رحمه عموما كيف بمن يقاطع والديه يقول جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وكل من مارس العقوق مع والديه فإنهم معرضوا نفسه وللسخط الله وللعنة الله ولغضب الله ولعذاب الله جل وعلا في الدنيا قبل يوم القيام ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة مع ما يدخره له في الآخر يعني من العذاب من البغي وقطعة الرحم البغي وقطعة الرحم قاطع الرحم باغي وليا ذب الله معتدي ظالم فنصيحة لهؤلاء الأولاد أن يتقوا الله وأن يبروا بوالدهم وأن يحسنوا إليه وأن يصلوه وأن يقوموا على خدمته ورعايته والإنفاق عليه وعدم إحزانه وعدم أذيته بأي نوع من أنواع الأذية وإلا الخسارة لاحقة بهم في الدنيا ويوم القيام أسفر الله تعالى أن يهديهم أسفر الله تعالى أسفر الله تعالى أسفر الله تعالى 6 6 6 8 8 8 يقول أو تسأل تقول سوف نذهب للعمرة وإلى الآن لم تنقطع الدورة الشهرية تقول أن تنقطع الدورة الشهرية فالواجب علي ألمن بأن موعد سفرنا بالطائرة فتقول هل أحرم من الميقات أو ماذا أفعل الحمد لله بالنسبة للإحرام لا يشترط له الطهارة سواء الكبرى أو الصغرى فإذا أنت تقولين نزلت عليك الدورة الشهرية وأردت العمرة فإنك تحرمين من الميقات تغتسلين والاغتسال سنة وإن لم تغتسلي فلا حرج عليك وتلبين من الميقات تقولين لبيك اللهم عمرة وتبقين في السكن هناك إلى أن تطوري فإذا طهرتي اغتسلتي ثم تذهبين تطوفين وتسعين هذا إذا كان عندك الوقت أما إذا لم يكن عندك وقت لديكم حجوزات وأنت ما تعلمين متى تطهرين قد تطهرين بعد يعني تطهرين بعد يعني مسألة الحجز والرجوع فأنا أنصحك بعدم الإحرام من الميقات لأن هذا يجعلك متلبس بالإحرام ويلزمك إكمال النسك سكرا الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم يقول هل يجوز ذكر الله وقراءة القرآن والشخص عريان الحمد لله الجواب نعم يجوز للإنسان أن يذكر الله وأن يقرأ القرآن وأن يأتي بأذكار الصباح وأن يذكار المساء وأن يقرأ كتب الحديث مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذه لا يشترض لها ستر العورة مثل الصلاة لكن من آداب قراءة القرآن أن يكون الإنسان ساترا لعورته من آداب قراءة القرآن وقراءة الحديث النبوي أن يكون الإنسان يعني لابس اللباس الحشمة لكن هل يلزم الجواب لا سأكل خير الشيخ وأحسن الله إليكم تقول علي قضاء من رمضان هل يجوز أن أقضي رمضان وأفرد يوم الجمعة بالصيام الحمد لله الجواب نعم إذا كان عندك قضاء وليس عندك فرصة ولا مجال إلا يوم الجمعة فلا بأس أن تفردنه بصيام القضاء الواجب ولو يعني جمعتي أو اتصل الخميس بالجمعة أو الجمعة بالسبت يكون أفضل سأكل خير للتصيخ وأحسن الله إليكم يقول هل زيارة المقابر تفيد الميت الحمد لله الميت انتفع بدعاء الحي سواء زاره في المقبرة أو لم يزره فالدعاء والاستغفار من الحي للميت ينفعه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع ولا يلزم أن يكون في المقبرة والأصل في زيارة المقابر أنها للحي زور المقابر فإنها تذكركم الآخرة يكون المنتفع الأول هو الحي من زيارة المقابر ويدعو لي الميت في قبره يدعو له إذا مثلا زار المقبرة ويدعو لي جميع موتى المسلمين ساك الله خير فتصيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055 1688 رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركة صارت أنا تسأل تقول ما هي عورة المرأة بالنسبة للمرأة سواء أن يقول كانت مسلمة أو كافرة الحمد لله بالنسبة لعورة المرأة للمرأة المسلمة هي ما جرت العادة إظهاره بين نسائها يعني مثلا إظهار الرأس والرقبة والذراعين ومثلا أسفل الساق مثلا ولو ظهر شيء من الصدر مثلا أو أرضع الطفلها أمام امرأة أخرى لا حرج أما ما يتعلق بغير المسلمة فهذا محل خلاف فمن أهل العلم ذهب إلى أن عورة المسلمة أمام غير المسلمة كعورتها أمام الرجل تسترم عدى الوجه والكفين هذا على قول والقول الثاني قالوا بأن غير المسلمة كالمسلمة في مسألة ما تظهره عادة وهذا الذي يظهر أنه الراجح ما تظهره عادة أنه هو الراجح لأنه ليس هناك دليل على خصوصية غير المسلمة في مسألة التعامل مع المسلمة من حيث اللباس لكن إن خشيت أو غلب على ظنها يعني أو أنها مثلا رأت ريبة تحرص على أن لا تظهر شيء من بدنها الذي تظهره أمام أختها المسلمة ساك الله خير فانسيخ أعلى أبو خليفة تفضل عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياتك الله أبو خليفة حياتك الله حفاظك حياتك الله ساك في النمع المعلم إن شاء الله لواني طال عمرك بالنسبة الزكاة عندي الوادراء أحمها من سنة ونصف وكان عندها أمدات ولكن خارج الجول فبالنسبة كان في تعطين بالنسبة لإجراءات تحديث أوراق صور في الدولة مش عارب الحين الأحيان كيف نقدر نحتسب الزكاة المالية الموجودة حياتك في منها أثار وفي منها مال في البنك فأريد بس التوجيه من الشيخ على أساطة أني أنا وابسيج للدورة وأريد أعرف كيف تصرف في موضوع الزكاة وهذا يحتسب الزكاة عقب ما استلم المضالف أو لما يبيع العطار سلامي إزاك الله خير إن شاء الله إزاك الله خير ألاحظ أبو خليفة أسمع إن شاء الله الرد حياتك الله نجي بفض الشيخ سؤال لأبو خليفة يقول بالنسبة للزكاة يقول الوالدة توفيت منذ سنة ونصف ويقول عندها أملاك خارج الدولة ولجراءات يقول تحتاج وقت فيقول لفض الشيخ بالنسبة لزكاة هذا المال يقول هناك مال عبارة عن عقار وهناك مال عبارة عن نقد فيقول لفض الشيخ أنا وكيل هذه الوكيل الورثة فيقول كيف أزكي هذه الأموال هل بعد الاستلام أو بعد البيع وكيف يعني يقول أحسب الزكاة الحمد لله بالنسبة يعني لك فيما يخص توليك أملاك الوالدة يجب عليك أن تحصي ما هو موجود من الأمور التي وجبت فيها الزكاة سواء كانت نقد أو مثلا إجارات أو مثلا عروض تجارة وتخرج زكاتها في نهاية الحول ما كان خارج الدولة مثلا أيضا تحسبه ولا يلزم أن الزكاة تخرج من نفس العين التي خارج الدولة فالمال الموجود هنا يحسب يقدر الزكاة هناك وتخرج هنا والمقصود بأن تسعى في أن تبرع ذمة الوالدة مما اشتغلت به منها مسألة الزكاة وأنت الآن ذمتك هي التي اشتغلت لأنك قمت مقام الوالدة فالوكيل يقوم مقام الأصيل ولذلك الذي يطالب بهذا أنت وتحصي الموجود وتخرج الزكاة في نهاية الحول سياك الله خير فض الشيخ ننتقل لرسالة النصية للقصيرة يقول بعد صلاة الظهر يقول ذهبنا إلى نزهة يقول هذا المكان يبعد عن المنزل تقريبا فض الشيخ يقول ثمانين كيلومتر فيقول صلينا العصر هناك ركعتين هل فعلنا صحيح؟ الحمد لله بالنسبة لي المسافة مسافة سفر والعلمة نصوا على أن سفر النزهة يترخص فيه المسافر برخص السفر ومن جملتها قصر الرباعية إلى ركعتين زاك الله خير فض الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة للنصية للقصيرة عبر الرقم 6688 يقول فض الشيخ هل يجوز أن أشتر يقول لحم ووزع اللحم يقول على الفقراء والمساكن بنية العقيقة أم يكون بالذبح الحمد لله بالنسبة للذبائح الشرعية مثل الأضحية والعقيقة والهدي هذا لا يشترى اللحم هكذا وأنه لا بد من إراقة الدم لله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك شراء اللحم لا يغني لا بد من إراقة الدم لله عز وجل شكرا وحمدا على هبته وفضله وتكرمه وعطائه سبحانه وتعالى لذلك لا بد من ذبيح يراق دمها يسمي الإنسان عليها ويمي بأن تكون هذه عقيقة وهذه أضحية وهذا هدي بارك الله فيك بارك الله فيكم فض الشيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهات حلقة اليوم نشكر في نهات هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان نزيل نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن يتواصلكم معنا نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك من الاخراج سيف الجبل تقبلوا تحيات محددكم السحاق عبداللطيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته